السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم حاجة حلوة كده تحلية حلوة. ما شاء الله المكونات بتاعتها كده كلها لذيذة. ايه مش هتاخد وقت خالص يعني ما كملتش نفس الساعة كده وكانت خالصانة معايا. الولاد بتحب الحاجات دي قوي. وطبعا الايام دي ايام امتحانات كده. وهم قاعدين بالليل بيذكروا. بيبقوا عايزين كده. ثم هم قاعدين ياكلوا في حاجات حالوة. انا عملت النهاردة التحلية دي. ما شاء الله عجبتهم جدا. حاجة كده بتدوب كده في البقى كده زي ما انتم شايفين. كملوا بس تتمنى كده انتم تكملوا بس الفيديو معيه للاخر. وطبعا لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش طبعا تعملوا اللايك لانه اللي برفع الفيديو وبيوصلوا الاكبر عدد طبعا من الناس. ولو اول مرة كده تعدي على قناتي بتمنى ان انت تعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. بس ما شاء الله بجد تحفى. يلا كده نشوف عملناها ازاي? اول حاجة كده معي معي بسكوت سادة. الطبقة الاولى الطبقة الاولى من من التحلية دي تبقى بسكوت. اي نوع بسكوت عندك ممكن تستخدمي. انا استخدمت البسكوت ده. انا بصراحة بحب النوع ده من البسكوت. فاستخدمت البسكوت ده. جبت كده الحجم اللي هو الكبير منه البكت الكبير. البكت ده تقريبا كان بعشرة جنيه. فانا استخدمت تلاتة. تلاتة من البكت ده. حتى انا كنت جايبة اكتر من كده بس اللي انا استخدمته تلاتة بس. بكسري كده البسكوت كده بس ما تنعميش البسكوتة اوي يعني اكساري كده بسكوتة كده على اتنين او على تلاتة بكتير. بالكتير يعني تبقى قطعتين او تلاتة. هعمل هنا بقى سوس آآ شوكولاتة. دول آآ تلات معالق من السكر. سكر حبيبات. من السكر بتاعنا عادي. تلات معالق. وتلات معالق زيهم من الكاكاو. الكاكاو اللي انا استخدمته. كاكاو خام اسباني. هتقدري برضو تستخدم اي نوع كاكاو بس كل ما الكاكاو انت تستخدميه بيبقى حلو. كل ما مطعم الحلويات بتاعتك بتبقى حلوة. ضفت هنا نص كباية آآ من المية. دي الكباية المعيرية اللي انا استخدمتها دي اللي هي النص. او لو بكباية الشاي اللي انت بتشرب فيها. المج العادي برضو نص كباية من المية. قلبت كده ورفعت على النار هدوب ده كده كله مع بعضه على النار. اول كده ما الكاكاو والسكر يدوبوا في المية كده ويبدأوا كده ايه يعني آآ يتقالوا كده زمانتوا شايفين يعني هي مجرد ما تغلي بس غلوتين هتتقال معاك كده. هنا نضفت معلقة صغيرة من الزبدة. معلقة صغيرة يعني مش كبيرة صغيرة. لو مش بتوفرها عندك مش مهم. يعني تقدر يتلغي ايه قطعة الزبدة اللي انا حطتها دي. دي كده حاجة اضافية. لو عندك سمنة بلدي ممكن تحط معلقة من السمنة البلدي. ما فيش عندك بتحطيش حاجة خالص. هبدأ كده اخد السوس بتاع الشوكولاتة اللي انا جهزته وانزل بيه كده على البسكوت. واقلب بقى كده السوس كده في قلب البسكوت. ما تنزليش بكمية السوس بتاع الشوكولاتة مرة واحدة. انزلي كده بجزء وشوف البسكوت بتاعك هيحتاج لسه السوس شوكولاتة ولا? عشان لو نزلت آآ مرة واحدة ممكن البسكوت بتاعك ما يحتاجش الكمية كلها. طبعا كل نوع بسكوت بيختلف برضو عن التاني زي وزي الديق بالزبط. يعني في بسكوت كده بيبوش بسرعة. وفي بسكوت بيبقى آآ ناشف فبيحتاج كمية السوس اكتر. يعني الثلاث بكاوي اخدوا معي كمية السوس اللي انا عملتها بالزبط. يعني ما سبتش منها حاجة. هبدأ بقى هنا في الكاسات آآ اللي هحط فيها ممكن تعملي في الكاسات زي ما انا عاملة كده او في طباق او كبيات اي حاجة عندك آآ تقدري تجهيزي فيها طبعا. ممكن تعملها في صانية تبقى صانية واحدة يعني تقطعي منها بس انا فضلت كده ان انا عملها كاسات عشان يعني كل كل واحد ياخد كده كاس يعني على قده. فبصراحة كده افضل. وزعت بقى كل وهبدأ اعمل الطبقة التانية. انا هنا آآ ضفت كباية من المية مية متلجة. عليها نص كباية من السكر. بدوب كده المية كده مع السكر كويس. وهنا هعمل هنا طبقة الكريمة. آآ هحط هنا كباية الا ربع من الكريم شنطية. كباية اللي ربع من الكريم شنطية. بالميزان ده كان томن كيلو من الكريم شنطية. تومن بس. ضفت عليه آآ تلات معالة آآ باستري كريم. لو مفيش متوفر باستري طبعا مش هضيفي يعني ما تشتريش مخصوص يعني. لو هتشتري الكريم شنطية مش لازم تشتري كريم شنطية وتشتري كمان. هو كان متوفر عندي فانا ضفت ايه انها البستري دي حاجة اضافية يعني. لو في عندك لبن بودر ممكن تحطي معلقتين لبن بودر. برضو لبن البودر بيدي طعم حلو او للكريم شنطية. او لو حب ان انت تضربي الكريم شنطية باللبن بدل المية ممكن تحطي كباية لبن متلجة بدل كبات المية اللي انا اضفتها. بالمضرب بقى الكهرباء او بالعجان او ممكن حتى بالمضرب العادي بتضربي كويس لحد ما الكريمة تتمسك معاك وتبقى طبعا بالقوام ده. بعد كده انا بكسر فيها كده بكت من البسكوت. ده البسكوت اللي هو اللابوريو. آآ كسرته كده وقلبته في الكريمة زي ما انتم جايفين. بيدي طعم حلوة قوي مع الكريمة. ما تكسريش البسكوت قوي يعني خليه كده يكون ظاهر كده معاك. هنا هبدأ بقى احضر تسو الشوكولاتة اللي هي اللي انا يعني عاملها على الوش اللي هي الطبقة التالتة. آآ كباية من اللبن. وعليها كباية من الشوكولاتة الخام. الشوكولاتة الخام اللي انا مستخدمها. اللي هي شوكولاتة السماء بالحليب. اي نوع شوكولاتة طبعا عندك تقدر تستخدميه. اللي هتشتري اللي هو الباكت اللي بنشتريه كده من السوبر ماركت آآ الباكت ده تحطيله تقريبا نص كباية من اللبن. انا هنا خلصت دوبت كده اللبن كده طبعا اللبن سخن. فالشوكولاتة بتدوف فيه على طول. ببدأ هنا اصفيه عشان لو فيه اي تكتلات كده زي ما انتم شايفين. السوس كده بقى جهز معي. هو السوس هنا خفيف بس لما هيتحط في التلاجة وهتسيبيه هيتقل. بدأت بقى هنا آآ احط الطبقة التانية دي طبقة الكريم شانتي اللي انا مكسرة فيها البسكوت. حطتها كده في كيس حلواني عشان تبقى سهلة في التشكيل كده معي. ببدأ اعمل طبقة حلوة كده من الكريمة. بقى وزع كده في الكاسات زي ما انتم شايفين. الكمية اللي انا عملتها آآ عملت معي الخمس كاسات دول وعملت معي كمان خمس اطباق. يعني مشي الكاسات بس. يعني عملت معي عشر حاجات. خمس آآ كاسات وخمس اطباق صغيرة. يعني تقريبا كانت نفس الحجم ده يعني. بس كاتطباق يعني مش حطتها في كاسات يعني. بس ساوي كده زي ما بحاولها سويها كده. طبقة الكريمة دي ما شاء الله كانت حلوة قوي طعمها حلوة قوي. والبسكوت اللي بيتكسر كده مع الكريمة بدي طعمه ما شاء الله برضو جميل. بضهر المعلقة كده وحاولي تساوي بس كواس عشان كمان لما انزل بسوس الشوكولاتة يبقى متساوي كده ما يبقاش آآ بتبقاش حطة طلع وحتة نزلة. بصوا ما شاء الله دي الكمية كل انا عملتها. الكاسات والاطباق اللي جنبها دي. يعني دي كلها كمية البسكوت وكمية الكريمة وكمية الشوكولاتة يعني. المكونات اللي انا عملتها كلها كفت بالضبط. عملت معي آآ عشر حاجات كده زي ما انتم شايفين. ببدأ كده وزع الشوكولاتة على الكمية كلها عشان تكفي برضو معي. حطيت كده على الكاسات وبرضو بحطها على الاطباق هنا هي معي. بعد كده طبعا هدخل بقى الكلام ده كله التلاجة من بالليل لتاني يوم. يعني لازم كده كزا ساعة في التلاجة عشان كده ايه يعني كل حاجة كده تاخد من بعضها. كل حاجة تتجنس كده مع بعض وتاخد من بعضها كده يبقى الطعم حال. يعني هنا انا دخلتها ودي تاني ده كان تاني يوم. لما طلعت كده علشان آآ ازين كده ده كان تاني يوم. انا عملتها بالليل. وتاني يوم كده على العصر كده آآ بدأت كده طلحها وزينها زي ما انتم شايفين. ده كان كده قطعة من الباسكوت الويفر قصرتها كده علشان ازين بياه. طبعا انت هي ممكن تتاكل كده من غير تزين او اي حاجة بس تاني عشان التصوير يبقى شكلها برضو حلو. فقصرت عليها كده قطعة من الباسكوت الويفر ادت برضو كده شكل جميل معي. عايز اقول لكم ان طعمها كانت تحفى بجد. جربوها ان شاء الله تعجبكو كده يعني عندي الولاد بيحبوا الحاجات دي قوي. فمشاء الله عجبتهم جدا. بس كده كل حاجة كده بتاخد ايه يعني من بعد كده وكل حاجة بتتجنس مع بعض بتبقى ما شاء الله جميلة. اوصلت بقى معايا لحد هنا من الفيديو طبعا ما تنسيش اللايك عشان هو اللي برفع الفيديو. ولو ما اشتركتش آآ في قناتي باتمنى طبعا تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. يلا شوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجي. باي باي.